وزارة الخارجية تستدعي سفيري تركيا وإيران ببغداد إثر عمليات عسكرية من البلدين داخل الأراضي العراقية السفير التركي تسلم مذكرة احتجاج جديدة شديدة لهجة من وزارة الخارجية التي دعت فيها الكفة عن الغارات الجوية التركية على عناصر حزب العمال الكردستاني وصفة إياها بانتهاكات تخالف المواثيقة والقوانين الدولية وترى الحكومة العراقية حسب بيان وزارة الخارجية أن تركيا ومبادرة السلام التي اعتمدتها مع حزب العمال الكردستاني لوقف إطلاق النار في عام 2013 كانت السبب في زيادة اختلال أمن المنطقة الحدودية وتوطين الكثير من عناصر هذا الحزب شمال العراق دون موافقة بغداد التي احتجت حينها لدى مجلس الأمن وحتى الآن لم يصدر من أنقرة موقف أزأ احتجاجات بغداد ضد اعتداءاتها في وقت انكشفت مصادر تركية عن أن القوات التركية دخلت لتنفيذ عملياتها عبر منفذ إبراهيم الخليل ومنفذ سري جديد تم إنشاءه حديثا اسمه سرزير أما السفير الإيراني فقد تسلم مذكرة احتجاج على القصف المدفعي الإيراني الذي تعرضت له قرى حدودية في مرتفعات آلانة التابعة لمدينة حاج عمران بمحافظة أربيل وما تسبب به من خسائر مادية وأضرار بالممتلكات علاوة على بث الخوف بين سكان تلك المناطق وزارة الخارجية أكدت حرص العراق على تنمية العلاقات التاريخية مع الجمهورية الإسلامية وأكدت أيضا همية حرص الجانب الإيراني الاحترام سيادة العراق والتوقف عن القيام بمثل هذه الأعمال وتثبيت الاستقرار على الحدود المشتركة ياسر عمر العراقية الإخبارية